موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الثلاثة 28 التنة الالفين وستعاش اليوم هو تاريخ الانتخابات الامريكية المنتظرة انتخابات ستثير أو أثارت الكثير من الجدل بسبب شخصية المرشحين الأساسيين فيها دونالد ترامب الغني عن التعريف بإثارته للجدل على الكثير من الأصعيدة إن كان على الصعيد العنصري إن كان على صعيد النظرة إلى المرأة إن كان على صعيد علاقته ربما بروسيا وهذا الوجه الجديد في السياسة الخارجية الأمريكية الذي فرض نفسه من خلاله وطبعا أيضا المرشحة الأمريكية هاريري كلينتون التي أيضا سيكون شيء تاريخي إذا ما تم انتخابه كون أول امرأة أمريكية تصل إلى هذا المنصب نهارك سعيد سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية أهلا وسهلا فيك اليوم بدنا نجرب قدمة فينا أن نضوي على حدث الانتخابات الأمريكية لو من ما ربح اليوم حيكون هو حدث أول امرأة بتوصل إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وإذا وصل ترامب بيكون حدثا ضد الستابلشمنت وصل وحامل شعرات كثير صدامية وصل وأثبت من خلال هالحملة الصدامية أنه ممكن من خلال أعلام من خلال حملة أعلامية مركزة تقدر توصل إلى موقع في كثير مسؤوليات وبيتطلب يمكن عكس الشخصية لصورها خلال حدث فإذا غدا صباحا سيستفيق العالم على خبر على عالم جديد على عالم جديد يعني امرأة تحكم أقوى دولة في العالم إذا كانت هالوري وشخص غريب مصير للجدل بيحكم العالم على العموم بيحكم أكبر دولة بالعالم وأهمها خلينا أخذ حاله طرقات وبيشر بحديثة إذن كالعادة جونية بإتجاه صربة وبإتجاه بيروت عجلت سير بإتجاه الشمال ما في مشكلة وإذن صربة ضغط سير واضح بالإتجاهين أوكي هاي معرفتوين هايدي الدورة دورة ما في مشكلة صدفتك شي عاجلت سير بالطريق لا أوكي بس بإتجاه بيروت في كتير عجلت دائما بهيدا الوقت إذن بإتجاه الكارانتينة بكل الإتجاهين ما في مشكلة مرفأ مريح وشال حلو مدخل بيروت أيضا في ضغط سير هوني ضغطيت هيدا مدخل إي هيدا مدخل بيروت بس ما بعرف إذا حادث أو بس ضغط عادة يعني سيسين إذن فيها حركة دون عجلت سير الحمراء نشيطة صباحا طريق المطار ضغط سير كتير كالعادة وإذن صيدة مريحة برحب فيك سيد سامي نادر خليني يبلش بموضوع الانتخابات الأمريكية قبل ما أفصل ببرنامج المرشحين تناقضاتهم إنعكساتهم على الشرق الأوسط بدءا أهمية الانتخابات اليوم الأمريكية وكل ما بهاي المرحلة تحديدا أي مخاض اليوم تعكسه هذه الانتخابات داخلية بالنسبة للبلايات المتحدة وبسياسة الخارجية يعني أول شيء لابد أن نتوقف عند الحملة الانتخابية وخلينا نقول أكيد أنه مظهر ديمقراطي ولكن أيضا هيدا أول انتخابات أمريكية بتجهد هالمستوى من الحملة الانتخابية يعني صارت بآخر ستة شهر آخر ستة شهر كانت حملة الفضايح والفضايح المضادة وهيدا يعني بيعطي مؤشر عن ضعف الديمقراطيات أنه في محل الديمقراطيات يعني هو النظام يمكن الأقل سوءا ولكن أيضا ممكن تاخد الأمور بس تصير هذه الديمقراطية مدخلة سباق إعلامي وتصير السباق عبر الصورة وعبر الاستفزاز وإصارة المشاعر بتصير الأمور عم بتروح بتاخد منحة خطيرة يعني اليوم الشعارات اللي حملها دونالد ترامب هي شعارات مخيفة هلأ يمكن وأكيد تستعمل بس من أجل الغرض الانتخاب لأنه بعد إذا في حال فوزه على الرئاسي ما فيه كف بها الشعارات وإلا بده يعني الحرب بين أمريكا وسائر العالم وحرب حضارات داخل أمريكا ولكن يعني بدنا نناقش بهذا الموضوع مسألة روسية هل كانت مسألة استفزازية لأنه هو خاط كل حملته تحت عنوان صدامة هو ضد التقليد هو ضد الطبقة الحاكمة ويعني أعلها الكلام بالنسبة لروسيا بس صداميا أو لا فيه شيء آخر فيه اتفاق فيه مسألة التمويل وفيه شيء أيضا بدأ يظهر على العلن ما كان ظاهر قبل هو الحرب الرقمية التي خاضت وويكبت هذه المسألة عملية خرق الإيميلز عملية محاولة الدخول على سيرفر إلى درجة أنه وقف الـ FBI في مرحلة وطلب تحقيق بهذا الموضوع وهذه المسألة الحروب الرقمية لح نشوف منها بفتكر هذا مشهد لح نبدأ نتعود عليه أكثر وأكثر لأنه التكنولوجيا عم بتروح بهذا الاتجاه عم تعطي كتير وسائل وبعد فيه مكامن خلال هو يمكن عصر فتحوا أسانج يعني عصر فتحوا أسانج وكمان شو علاقة أسانج بالروس يعني الروس يستخدمون اليوم هذه الحرب الرقمية كوسيلة على مستوى العلاقات الدولية وكوسيلة ديبلوماسية وسيلة مواجهة على المستوى الدولي واضح بس قبل ما أرجع ننتقل ونفصل بالنسبة للإنعكاسات الخارجية اليوم اللحظة التي تتم فيها تتم فيها الانتخابات الداخلية الأمريكية هي لحظة داخلية بامتياز أو خارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الفكر هي مش بس داخلية لا يعني عفوا يعني طبعا مع أوباما كان فيه هذا الترك كنا قبل مع جورج دوبليو بوش اللي كان عنده نية انعزلية إذا بدك أو أنه بأنه ما يكون كتير فيه تدخل وكان عصر أكثر عصر للتدخل أو أكثر فترة تدخل أمريكية مباشرة كانت مع جورج دوبليو بوش من بعدها كان فيه عهد أوباما اللي كان فيه تركيز أكثر على الأزمة الاقتصادية وعلى ترتيب البيت الاقتصادي الأمريكي اليوم اللحظة اللي عم يقترع فيها الأمريكيين برأيك العامل الأساسي لإقتراعهم حيكون أيضا العوامل الداخلية الاقتصادية أو ما فيهن ينفصلوا عن العوامل الخارجية طالما أنه العوامل الخارجية صارت عم تدخل عندهم الهجرة والحرب وداعش بالنسبة للانتخابات الأمريكية على طول كان الهم الأول لدى الناخب الأمريكي هو الهم الاقتصادي يعني أنا بتذكر عنوان حملة انتخابات كلينتون كان هذا هو الشعار وهو يعني إذا ما دل على شيء بيدل أنه الأولوية بالنسبة للناخب الأمريكي هي الأولوية الاقتصادية هي جيبته هي دخله هي وظائفه واليوم نجح المرشح ترامب للوصول إلى هذه المرحلة كسر كل الهيكلية داخل الحزب الجمهوري يعني شألة بالحزب الجمهوري ونوعا ما زيحه عن قيمه والعالمة وأكثر من شخصية داخل الحزب الجمهوري تبرت اليوم من ترامب حاول تحافظ على الحزب ولكن هو كيف قدر استطاع أن يجرف كل هالشعوب أو جمهير المؤيدة وراء لأنه قال لون فيه إجا حدا عم يسرق لكم وظائفكم وهالحدا اللي عم يسرق لكم وظائفكم نحنا بدنا نمنعه هيدا الصين بدنا نمنعه هيدا الصين عم تستعمل الأسعار الفايدة وعملتها المنخفضة من أجل تنافس صناعاتنا وهي عم تسرقلنا وظائفنا هالوظائف كمان عم تسرقها المكسيك لأنه بفعل الهجرة الوافدة من المكسيك اللي جا عم تجي بتاخد لكم وظائفكم شو بقى نعمل بدنا نعمر جدران إذن هذه الشعرات الشعبوية اللي بتحاكي الغرائز ما في شك أنه استجابت إلى الجمهير لسيما اللي بيسموها الناخب الأبيض الغير متعلم ما بيهموا المبادئ الكبيرة والقيم الأكاديمية بيهموا حاجاته البدائية ووظيفه لعداده قدر نسبة هذه الشريحة يعني عم نشوف أنه حصة تأييد كبيرة يعني اليوم هي ما فيه نقول الأرقام يعني ممكن تتفاعل مع أيضا أقليات أقليات كانت بمرحلة ما محسوبة على الحزب الديمقراطي الأقلية السوداء والأقلية من أصل لاتينة اليوم الأقلية السوداء رايحة باتجاه التينطور ولكن ما في شك بس عم بيجي حدا مثل ترامب عم بيحمل هالشعارات اللي بتتعلق بحياتهم اليومية بوظائفهم بعالمهم الصغير عم بيتأثروا فيها يعني حاول مثلا روبيو أنه يخاطب هذه الأقليات وكان بموقع يقدر يحكيون لأنه هو من أصول لاتينية ولكن جرفه ترامب هو أخطأ يعني كان عمل خطأ مميت خلال المقابلة خلال المواجهة الأعلامية لما يعني صارت رد فعله بشكل آيلي وما أخذت عليه وما قدر يرفع التحدي ولكن ما في شك اليوم أن شعبوية ترامب بتشكل ظاهرة وظاهرة ليست فقط محصورة بالولايات المتحدة الأمريكية طبعا هيدا هنحكي فيها طبعا شفناها ببريطانيا شفناها ببريطانيا عم نشوفها بفرنسا هيدا أكيد شيء هنحكي فيه قبل ما انتقل لكلينتون ولترامب وما أنك عم تحكي عن الحملة الانتخابية فيه شئ فعلا حاب أن اضطر لأله لأنه يمكن بالإعليم اللبناني ما كتير طبعا الإضاءة عليه ظاهرة بورني ساندرز بالانتخابات أو باستباق الانتخابة أطفى ملامح جديدة يمكن على الخطاب الأمريكي الداخلي والخارجي من خلال يسارية اتهمة البعض بأن دوز مفرطة على المزاج العام الأمريكي ومع هيك كان قبل بلاء حسنا بورني ساندرز بهذا السباق برأيك الدوز اليسارية اللي اليوم أطفاها ممكن أن تستمر بسباقات قادمة أو كانت تقتصر عليك لا يعني أكيد هي محمولة بموجة شعبية وأنا بعتبرها ظاهرة صحية لأنه شو ما كان شو ما كان واحد قناعاته بالخيار الليبرالي مثلا أنا مقتنع بالمبادئ الاقتصاد الحر وأنه العولة مش جيد ولكن وهيدا خاص بالنظام الأمريكي أنا مفتكر ظاهرة ساندرز أطفت إذا بدك النكهة أنسنت أنسنت يعني كنت بدأستعمل هذا التعبير أنسنت هذه الحملة وأطفت الميزة الإيجابية أو عنوان إيجابة لها المعركة أنسنت النظام أنسنت رأسمالية النظام الأمريكي فتحت مجال لحوار ولحوار جدي وعمي حول مسألة منظومة العولمة حول الخيارات الاقتصادية المعتمدة حول تهميش فئات كبيرة من الشرائح الشعبية رجعت فتحت مسألة بفتكر ترامب حاول يخوضها بشكل صدامة إنما ساندرز خوضها أنا برأيي بشكل بشكل هادئ أكتر وهي أنه نحن محكمين من طبقة ما عم تتجدد من طبقة نخبوية سيئسية إعلامية هالواشنطن هالميديا هيدا ما عم تتجدد هيدا تعيق التقدم ولا شك أنه هنالك شيء يعني شيء حقيقي وجد في هذا ومش أول مرة يعني بتصير يعني شفنا مثلا بالتي بارتي يعني كمانا ظاهرة بالحزب الجمهوري بدأت أنه رافضة هالطبقة الحاكمة وهالنخب الحاكمة أقل إنسانية ببعض لا بيحمل هnio بيحمله هال إذا بدك المبادئ الاقتصاد الحر هالمبادئ الليبرالية واللي قامت على أساس أمريكا واللي نجحت على أساس أمريكا ولكن اليوم أنه في منظومة العالمي في سعر في سعر لهذا التقدم وهذا الدور اللي عبيته أمريكا في سعر اليوم على مستوى الاقتصاد على مستوى تهميش فئات من الشعب على مستوى اليوم هيدا مثلا هيدا دولة تحسن استقبال ويمكن هيدا نقطة قوتها تحسن استقبال الوافدين إلى المهاجرين ولكن هيدا أيضا له ثمن عم بيكون نتيجته شيء من تفتت المجتمع الأمريكي وإدارة أخرى لأمريكا مثلا اليوم أنا زهلت أنا وصل عندك على البي بي سي عم بيعملوا ربرتاج كانوا عن هذه الانتخابات في راحوا على قلب فيرجينيا عم بيعملوا ربرتاج عن ناس من أصول كورية عندهم جريدة بيكتبوا باللغة الكورية بقلب أمريكا تحتى الأقلية الكورية اللي بتشكل هلأ 7% من القائدة ناخبة أو من أصول أسيوية من فيرجينيا هن أقلية من أصول أسيوية بعض منها لا يتقن الإنجليزي بشكل كيف حتى يقدر يتابع الانتخابات الأمريكية ولكن هيدا أيضا قوة أمريكا هذا هو الملتنج بوت هيدا أول جينيريشن ولكن الجينيريشن تاني جيل الجاية يعني كل الجنوب اللي فيه كتير إسبانيك أكترياتهم ما بيجيدوا اللغة الإنجليزية مزبوط هذا شيء ولكن يعني ومن قال أنه الصفاوة الإنجليزية هي لا هيدا ليس الهوية المؤسسة أو القيمة المؤسسة بمالتنج بوت بعتقد أنه منا أكيد من المعلومة ولكن هيدا يعني شعار ترامب هو عكسها الشيء اللي عم نحن نحن نشوف بأمريكا هالوجه الجميل هذا الشيء اللي مبي بالضرورة بتشوفه الخواعد هيدا الأبيض الغير متعلم الذي يعني إن كفاءة أكتر بده الهوية السابقة أو الهوية الأولى الأولى مني أكيد من هيدا الملاحظة بس بعتقد هي أول مرة بالحملة الانتخابية بيضطروا أو بيصير فيه لغة أخرى غير الإنجليزة اللي هي الإسباني لمحاكاة الناخبين هذا اللي جرى بأحدى المناظرات وصار بالسابق يعني خلال مرحلة بوش تطرح هاكي أوقات شعارات انتخابية باللغة المخاطبة المخاطبة بالدباع أنا ما سابق وشفت قبل الدباع اللي صار بين هيلوري كلينتون وبيرني ساندرز كان فيه كان فيه ترجمة إسبانية واضحة لما نحك يعني لما كان التوجه آه ترجمة نعم تأكيد نعم نعم فبس لأختم قصة بيرني ساندرز يعني لبس للتسكير أنه هو حدا كتير شدد على العدالة على العدالة الاجتماعية المساوات الاجتماعية على فكرة ادخال المهاجرين أو المهاجرين الواجدين إلى الولايات المتحدة أيضا مخيراتهم عملية مخيراتهم بالمجتمع وهلأ تحدي بس سؤالي هو برأيك اليوم ممكن التأسيس يعني هل هو فتح باب سيؤسس عليه لبعدين يعني فتح نقاش ونقاش لابد من أخذه بعان الأتبار وهيدي الظاهرة أنا بشوف لحتخلي أثر كبير على الحزب الديمقراطي وعلى المجتمع الأمريكي بشكل عام يعني هناك نقاش لابد يعني من طرحه وسوف يطرحه بدأت بطرحه هي هيلاري كلينتون وهلأ تحدي هيلاري كلينتون يعني ده البليون تحدي هيلاري كلينتون هو المحافظة على ما حصلت عليه يعني فيه ولايات هي الوليات المتأرجحة بعض منها ميال للحزب الديمقراطي تتحافظ عليه وتنتصر بالانتخابات بدأ تقدر تحس الناس على الاقتراع لسيما هؤلاء اللي كانوا ورا ساندرز واللي هني بحسوا حالهم غير معنيين يعني بيشوفوا ترامب وكلينتون تقريبا بعين وحدة أنه لا يتماهون مع أي من الناخبين والتحدي الأساسي هي بالنسبة إلى أنه الإبقاء والمحافظة على الولايات وعدد الناخبين المحسوب على العية أو المايل إليها إذن بهاي الانتخابات بخلال هذا السباق شفنا أنه من خلال الحزب الجمهوري والتي بارتي كان في عنا مراجعة أو نظرة جديدة للنظام بحد زيته الأمريكي أيضا الحزب الديمقراطي من خلال طروحات بيرني ساندرز اللي كتير كمان انتقت فيها وحشية النظام الرئاسمالي أيضا كان في انتقاد للنظام بحد زيته للسيستم هل هذا يعني أنه اليوم نحنا بتغناء أو ببداية مراجعة لشكل السيستم الأمريكي هل في بداية طلقت من هون لأنه بكل الجناحين عم نشوف في انتقاد للاستعبليشمت بحد زيته مش بس للسياسة المعتمدة لا شك أنه في بداية هلأ قدي وهيدي إذا بدك من حسنات النظام الأمريكي اللي مننتقده وفي كتير مجال لانتقاده رسيما على مستوى السياسة الخارجية ولكن ما في شك أنه هذا النظام السياسي عنده حيوي وعنده طاقة على إعادة هندسة نفسه وعلى إعادة إنتاج نفسه أكثر من أي نظام آخر هلأ اللي عم بتقولي بدنا نشوف كيف لح تتركب الإدارة الأمريكية جديدة في حال فوز كلينتون طيب هناك اليوم في انشقائق كبير أو فجوة كبيرة بالمجتمع الأمريكي لابد أنه من معلشته وبالحزب الديمقراطي أيضا لابد من معلشته كيف بد الفجوة أو الفجوة أنه اليوم في شعارات يعني وصلت الحملة الانتخابية لحماوة ولا ابتعاد بين الأفريقاء لابد اليوم من إعادة يعني كيف بدأت تتواصل مع الحزب الجمهوري لسيما هؤلاء اللي تبعوا يعني اللي آمنوا بترامب وبشعارات ترامب أنه نعم هناك من عم بيجي عم بيسرق حقوق الاقتصادية والاجتماعية كيف تتعامل مع هذه المسألة ستطرح ما فيها تهمشهم وأكيد كل رئيس أمريكي بيجي بيرجع بمد الجسور مع الطرف الآخر وعند تحدي آخر أيضا داخل الحزب الديموقراطي هي كيفية احتواء هذه الظاهرة لإسمع بيرني ساندرز وإذن التحديات تكبار أمام الإدارة الأمريكية المقبلة أما إذا فاز ترامب هون السؤال هون السؤال يعني في جزء كبير من المجتمع الأمريكي خايف منه بيشوف في شخصية صدمية كيف سوف يقود هذه هل بالحقيقة سوف يبني جدار بين أمريكا والمكسيك هل بالحقيقة سوف يعيد النظر بمنظومة الناتو كيف يسوف يتعامل مع هذه الحروب الدائرة في الشرق الأوسط هيدا بيطرح أكثر من عليهم السؤال بيقول مثلا مسألة الشرق الأوسط أنا بدي أقضي على داعش طيب وبذات الوقت بدي يمزق الاتفاق النووي مع إيران بدي يدفع المملكة العربية السعودية كلفة أو ضريبة لأنه هو يساهم في حمايتها عسكريا طيب كيف أنت مع أي شريك من هم شركاء خلينا نفصل نقطة نقطة بهذا الموضوع سواء وصلت كلينتون أو ترامب بداية في نظرة للعرب بشر الأوسط بأنه أفضل هنا أكيد أنه توصل هيلاري هيلاري كلينتون علما أنه عم بشوف هيك كنت عم رائب على تويتر يعني بالفترة الأخيرة لا هناك بعض المثقفين العرب اللي بفضل وصول ترامب أنه ما بدي أسمي إذا على تويتر يعني إذا ما بدي أسمي بس أنه عندهم وقعهم أكان بالمملكة العربية السعودية أو كان بدول الخليج يعني عندهم عندهم حيسيتهم لأنه على قاعدة أنه هيلاري بدت تكفي سياسة أوباما سياسة مع بعض التعديلات سياسة أوباما اللي كانت كارثية على الأقل هيدا بدو يجي بتغيير جزري شو هو هالتغيير جزري بس أنه صارت هل أدي في استياء من سياسة أوباما ونتائجها في الشرق الأوسط أنه حتى ترامب أهون من أنه الاستمرار بهذه السياسة علما أنه تظلمت كلينتون إذا تهمت أنه سوف تتبع حرفيا سياسة لأرسيها الرئيس أوباما خلينا ناقش بهذه النقطة إذن من المتوقع بأنه إذا هالري كلينتون بتقصل قد يبقى الوضع على ما هو عليه يعني النزاع في سوريا بما أنه ما في أي نية تدخل أو أي نية واضحة أو خريط الطريق إذا بدك بهذا الموضوع قد يبقى الصراع على ما هو عليه خاصة بظل الاحتدام الروسي الأمريكي ولكن هناك من يرى بأنه إذا وصل ترامب قد يكون الوضع أسوأ على طموح التحرر أو الديمقراطية العربية وإذا بدك للكامب المناهد لإيران ترامب يقول صراحة هو يتلاقى والخيار الروسي في الشرق الأوسط يتلاقى والخيار الروسي في سوريا يتلاقى معه في موضوع محاربة الإرهاب وداعش إذا ما وصل ترامب معقول كثير أنه يكون هذا دعم للخيار الروسي في المنطقة أو لا ممكن ممكن وهنا في إصارة المخاوف لدى النخب العسكرية في أمريكا أنه شو مقومات هذه السياسة أو هذه تبقى شعرات أنا برأي هذه شعرات يعني بعد ما اتضحت شو استراتيجية ترامب في المنطقة يريد الحوار مع الروس التعاون مع الروس سوف تظهر الأيام إذا هناك من صفقة وراها تتعلق بالانتخابات أو في نظرة استراتيجية إذا في نظرة استراتيجية سبقوا علي الرئيس أوباما ولم توصل إلى نتيجة لأن الرئيس أوباما حينما أول إذا بدك أول مبادئ اللي أرسها هو الإدارة المتعددة الأطراف والحوار والتعاون مع روسيا التعاون مع روسيا اصطدم أول شيء بالحائط الأوكراني رجع اصطدم بالحائط الروسي وسقط ما قولت أنه هذا التعاون هل سوف ينجح ترامب بالتعاون مع روسيا هذا بس الابروتش اللي عم يعمل هلأ ترامب كتير مختلف على الابروتش هلأ الابروتش الانتخابية أنا رأيه لأنه برووكاتف أنا بدي أصدمكم كل اللي عم بتقولوا المقاربة هي هي صدامية وانتخابية لأنه بكرة أنه حسابات الحقل غير حسابات البيضر بكرة إذا وصل على سدة الرئاسة هناك مصالح استراتيجية أمريكية يجب الحفاظ عليها هناك عقيدة أو استراتيجية يجب وضعها بده ياخد بعين الاعتبار أنه مسألة التعاون مع الروس ممنة بسهولة اللي افترض لأسباب انتخابية يمكن جربة قبله الرئيس السابق و بوتين أيضا لاعب لديه يعرف يلعب على الساحة الدولية استغل كون أوباما لا يطلق أصبعه على الزنات يعني بتوصل الأمور إلى لحظة إطلاق النار الرئيس أوباما يتراجع وأحسن استعمال هذه الميزة أو هذه الصفة عند خصمه أو عند منافسه يعني بكل مرة كان يوصل الرئيس الأمريكي حتى يشتاز الخط الأحمر لم يشتاز الخط الأحمر ويحجم عن استعمال القوة إذا أخذ ترامب زاد الطريقة أنا أعتقد سوف تستمر روسيا بالتقدم على حساب الولايات المتحدة الأمريكية أما إذا غير أما إذا غير هذه المقاربة أقول أنه هذه مقاربة انتخابية وأنه ما في معالم واضحة بس اللي بيقرأ كل مقاربته أو كل طروحاته لترامب واضح أنه لا في تصور يعني بسوريا مع بقاء الأسد لأنه بقاء الأسد هو أحسن للولايات المتحدة الأمريكية من المجهول الذي ممكن أن تأتي به الجماعات الإسلامية وداعش بالنسبة لإيران ضد الاتفاق النووي بشكل واضح ولكن خليني بسوريا تصوره واضح مش أنه يعني حلتك عم تحطه على أنه دعاية انتخابية تتخيل أنه يوصل على الحكم يجي يقول لا أنا مع إطاحت بشار استعمالها انتخابيا تقول لك ليه استعمالها انتخابيا استعمالها انتخابيا أولا يعني سلف كتير الإسرائيليين يعني جيدوا من منظومة سلف كتير الإسرائيليين لما قال اتزم أنه نقل العاصمة عفوا السفارة الأمريكية إلى القدس يعني هنا فيه إشارة وسلم اللوبي اليهودي مسألة كمان بالغة الهامية هي أنه أنا سوف أمزق الاتفاق الموقع مع النووي والموقع مع إيران طب هيدا ترن أراوند كبير هيدا خطوة كتير كبيرة شو بدك شو بدك تستبدله وشو لح تكون ردة فاعل الإيرانيين على مسألة من هذا النووي طيب في مسألة الإرهاب قال أنه أنا مني مني مغروم بالأسد ولكن الأسد يحارب الدواعش يحارب داعش يحارب هذا التطرف لابد من التعاون معه والتعاون مع الروس ولكن السؤال هل نجحت خطة عمليا أمريكا جربت أنه تتعاون مع الروس شي لمسألة الأسد اللي غده النظر عليها جربت تتعاون مع الروس في محاربة داعش هل نجحت لا لم تنجح يعني وهي اليوم في كذا حرب دائرة في سوريا تحت عنوان محاربة داعش وهذه أصلا الحرب على انحصار لأنه هذه الحرب مقاربة مغيرة لأنه لأن أوباما عم بيمد يد التعاون كان بسوريا مع بوتين أو مع روسيا بظل مناخ على حفة الحرب الباردة الروسية الأمريكية بينما ترامب قد يصل إذا ما وصل بمناخ ديتانت بمناخ استرخاء يعني هو يعد بنوع من الاسترخاء الروسي الأمريكي فالكنتكست مختلف تماما الخارطة تغيرت وفيت الخارطة تغيرت نهائيا بالشارة الأوسط يعني اليوم دخلت روسيا من الباب العريض أو إذا بدك دخلت من الشباك السوري وهي باقية وهي بينما كانت خرجت من هذه الساحة على يعني من بعد حرب الخليج الثانية خرجت بشكل نهائي ما في شك أنه سياسات أوباما أعادت روسيا إلى الشرق الأوسط وأعادتها كلاعب أساسي على حساب لاعبين آخرين طب هذه إلا مصالح أنت كيف لحل توازي مصالحك مع مصالح نشوف شو هني الثوابت بالسياسة الأمريكية بمخص الشرق الأوسط النفط وأمن النفط لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي كونه جزء لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي الأمريكي وأيضا عامل أساسي للعلاقة مع شريك أساسي دولي هو الصين مضبوط أمريكا وصلت إلى حد من الاكتفاء الزيتي بالنسبة للطاقة خاصة مع النفط والغاز الصخري ليعطيها مش بس اكتفاء زيتي ولكن يعطيها إذا بدك انتزعت العامل الذي يؤثر في الأسعار يعني عندها فائد المنتوج الذي كان لدى المملكة العربية السعودية يعني القدرة على إغراق السوق والتحكم بالأسعار انتقل اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يبقى أنه هذا سوق أساسي وهذا مصدر أساسي لمد الصين المنافس الأول من الشركة الأول المنافس الأول على الساحة الاقتصادية إذن في عنده النفط كيف يتفهم مع الروس عليها أنه سلموا المنطقة لا يعني في عملية تقاسم على الأليلة تقاسم هذا التقاسم يصير تقاسم فعليا يكون فيه معادلة ردع بطريقة أو بأخرى فيه المسألة الموقف من إسرائيل هذا ثابتة أخرى يمكن هون بيلتقل مع الروس على تعاون وثيق مع إسرائيل وفيه مسألة مكافحة الإرهاب هنا هور ثلاث أولويات اتنين بيتفق معه فيهم في عندك النفط الأولي قد تكون الأهم يعني للوصول إلى للوصول لتفاهم مشترك أنا برأيي لابد من إرساء معادلة قوة جديدة بعد الفاصل هنائش بفكرة الترامبية بحيث زيتها قلت أنه منه ظاهرة بس يعني مقتصرة على أو تقتصر على الولايات المتحدة هي ظاهرة عالمية وقد نحكي أيضا عن فكرة أنه اليوم عندك مرشح أمريكي وصل بدفع كبير وهو عم بقول أنا مع روسيا يعني اليوم قدي صارت فكرة المعادات لروسيا هي شيء مش موجود تقريبا بالوجدين الأمريكاني مش هيدين أبقوا معنا عودة إلى نهاركم سعيد وإلى مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر برجع برحب فيك عن جديد إذا ما استفقنا غدا على خبر فوز هالوري كلينتون بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سنستفيق على عالم فيه ثلاثة نساء يحكمنا العالم اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وألمانيا فالنسبة اللي هو خبر صار شو ما كانت شو ما كانت سياستها هو خبر صار يعني كما كان بالنسبة يمكن للإنسانية خبر صار أنه أسود ينتخب رئيسا المؤسف بالنسبة له هيلاري كلينتون أنه ما قدرت عملت بشكل كيفي الحملة النسوية تحت هيدا الشعار قبل ما تكون نسوية بس تقول أنه أنا لحكون أول هي قلتها وانقالت عنها ولكن كانت هالأدها الحملة مثقلة بالفضائح والفضائح المضادة أنه ما مكنتها أنه تخود هذه الحملة تحت الشعار لأنه إنجاز إنجاز أنه أول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية والموقع الأول نشأنا أو أبينا على المستوى العالمي أنه تكون موجودة في أمرأة وتصحح خلل عمره من عمر الإنساني صحيح تماما أنه اليوم هذه السياسة وينما كان ميادة أكثر الرجال وهذا الإصلاح اللي لازم يصير على المستوى التوني هذا شيء غير صحي أبدا وشو بقوله يعطل المساق الأساسي التي تقوم على هذه الحضارة بين الرجل والمرأة والانتخابات الأمريكية مش هاي اللي قبلها يعني سنة 2008 أيضا صححت مسار تاريخي لما تبوأ أوباما رئاس المتحدة المتحدة يمكن بس هاي دي أهم يعني هاي دي اليوم أهم لأنه المرأة ومشكلة المرأة والمساوية العرقية كمان والمساوية التأكيد ولكن هيدا بفتكر يعني حدث هلأ منا أول مرة بتتبوأ مراكز على رأس دول يعني بالهند شف سبقتها الهند طبعا شفناها بريطانيا نعم طبعا هل سوف تكون يعني هناك من يقول أنه يشبه أنه نوع من مارغريت تاتشر جديدة أنا ما بعرف ولكن عندها مقومات أنه تقود أمريكا بشكل بشكل أوه وحازم إذن كنا عم نيقش فكرة أنه اليوم العرب خيار أفضل لإلون أنه توصل هلري كلينتون ما قالنا أنه عشو يمكن بتختلف هلري كلينتون عن أوباما يعني بالمسألة السورية صحيح أنه هلري كلينتون لا تريد أن ترسل جنود على الأرض ولكن بالفترة الأخيرة قالت أنه مع إقامة منطقة حزر جوي علما أنه من سنة أمام مجموعة من رجال الأعمال قالت أنه هذا خيار غير مرغوب فيه عادت وعدلت بموقفها وقالت أنه هذه المسألة أنه بعدين أنا استوقفني بخلال النقاش الثاني إذا بعدني مذكرة منيح قالت أنه عن نيتا بالتعاون مع الأكراد هي سوف تبقي على الاتفاق النووي مع إيران ولكن لح تروح أكثر باتجاه انخراط أو إعادة ترميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية من جهة ومع إسرائيل من جهة تانية لأنه توترت العلاقة جدا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أمريكية لأنه توترت العلاقة كتير بين الرئيس الأمريكي تحديدا ونتنياه بس هودات واضحة وضوح الشمس تجاه إسرائيل طبعا المرشحين متعهدين تجاه هذا ممر إجباري للفصول على الدعم اللوبي الإسرائيلي الذي هو مؤثر بالانتخابات الأمريكية كان على صعيد الأعلام أو صعيد السياسي ولكن أكيد لحت تروح الأمور باتجاه ترميم العلاقة مع العرب لحت تروح باتجاه إرساء معادلة قوة جديدة مع روسيا ولحت تروح باتجاه يعني منطقة خلينا نقول إرساء معادلة جديدة بسوريا وأنا أعتقد أساسا أن المعركة السورية خلص صارت على شفير أو بلش العد التنازل للنهاية لأنه قسمت سوريا لمناطق نفوذ الأتراك يعني اليوم بخلال أيام أو الأسبوع المقبلة تحسم معركة الرقة آخر معقل أساسي لداعش وسوف سوف تليها عاجلا أو عاجلا معركة الموصل ونقاط داعش الأساسية المركزية سوف تزول تبقى يعني فلول ويعني تحسم مسألة وتوزع القوة ترسم عادلة قوة بشكل نهائي بشمال سوريا كما هي أرسيت في جنوب سوريا وعمليا الأمور يعني ما عاش تتغير كثير بالواقع السوري هلأ مع الأسف أو تقسم سوريا إلى مناطق نفوذ وقد يقسم العراق أيضا إلى مناطق نفوذ يعني هذا النوع ملفت كانت تقدم التركي يعني في الداخل العراقي وفي الداخل السوري في الفترة الاخرية بهذه النقطة قد جلوم البعض يعني بعض العرب سياسة أوباما الهادئة جدا تجاه المنطقة والبعض يعتبرها بأنه هي مسؤولة عن الخراب اللي وصلت لإله هذه المنطقة إذا بدنا نرجع نراجع كل الأداء الأمريكي تجاه تجاه التقلبات في العالم العربي نرى بأنه من سنة 2003 كان في تدخل عسكري مباشر من قبل الولايات المتحدة مع احتلال نتيجة كانت كارثة في العراق من بعد مع الربيع العربي شفنا غير سيناريوهات شفنا تدخل عسكري من الولايات المتحدة دون احتلال بليبيا نتيجة أيضا كارثة بسوريا شفنا تدخل طفيف يعني من الولايات المتحدة لحل الأزمة السورية النتيجة كانت أيضا كارثة بالمشهد المصري شفنا عدم تدخل على الإطلاق وبس عم يتفرجوا كانوا عن اللي صار لحدتها لأ ممكن القول أيضا بأن النتيجة هي كارثة بالتالي إذا بنشوف أنه كل الخيارات تم اعتمادهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي والنتيجة دائما كارثة النتيجة دائما كارثة علينا طبعا 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 أنا سياستهم خارجي من وجه من وجه نظر العرب هني بقولوا أنه جربنا كل شي جربنا الحرب الاستباقية طب ما مقبلته جربنا عدم خوض الحروب لقلتونا فوتوا تعملوا حروب كمان هني من الموقع الأمريكي كمان بيعشروك بالأسئلة أنه بس إجا الرئيس جورج بوش وفات بالحرب الاستباقية وأسقط نظام ديكتاتوري أنه يعني انتقدته الأنظمة ولكن الشعوب فرحت ولكن عادت وانتقدته ما هيك رجع إجا أوباما بانسحاب كامل أثبت النتيجة أنه الانسحاب أو الانكفاء الكامل غير أنه ولت ضحايا أكثر من الحروب الاستباقية ولكن أيضا وطر العلاقة مع الأنظمة ومع الشعوب على أساس أنه خي شو عملت أنت بسوريا هذا الانسحاب وبالعراق أدخلت يعني لنهاية بس السؤال هو أنه فعلا جربوا كل شي كل شي تدخل عسكري مع احتلال تدخل عسكري بلأ احتلال تفرجوا بس بمصر تدخل عسكري طفيف بسوريا كل السيناريوهات اللي ممكن أنه حدا يتخيلها تم تجربتها بالشرق الأوسط السؤال هو يعني وين الغلط بفتكر هو الأساس الغلط أنه هي طبيعة الأنظمة مجتمعات العربية طبيعة الأنظمة اللي قائمة وطبيعة المجتمعات اللي ولدت هذه الأنظمة مع الأسف يمكن كان مع الربيع العربي في فرصة لإرساء ديمقراطيات ولمواكبة العصر على أكتر من سعيد فلتت هالفرصة وفلتنا بفراغ هذا الفراغ هذا الفراغ ملأه أو الدكتاتور عاد ملأه أو الدكتاتور أو ملأه القوى الرديكالية أو الفوضى اللي استفادت منها القوى الرديكالية وعن نطب من العالم أنه تبتعوا سعيدون يعني هذه عدد شغلهم هذه عدد شغلهم العسكر ما عاش بيبعثوا هيدرين بعد هلأ يبعثوا طائرات هلأ ألمن أنه يعني ما ذكرنا أنه بالنسبة للأمريكيين تحديدا هذه السياسات كانت كارسية علينا هلأ هن يحملوا بعض طبيعات ولكن ما في شك أنه العملية اللي أدت إلى دخول الأمريكيين بهذه الطريقة عام 2003 واللي رجعت أدخلتنا بكل هالمخاض هي أحداث 11 أيلول وأحداث 11 أيلول و يعني صار الصراع بقلب أمريكا بهذا الشكل الدموي أنا بذكر يعني بفترة أنا بعيدة كنت بمحاضرة بالناشنل ديفنس يونيفورسيتي وكنت عم بسمع بعض الجنرالي الأمريكيين يعني كان هناك من يقول طيب كان فيه نظرية وسائدة وأنه الطريقة الوحيدة تما يرجع ينعاد 9-11 أو مش طريقة الوحيدة طريقة أحد الطرق الأساسية تما ينعاد أنه نقل الصراع إلى حيث من حيث أتنى وبس أنا شوف اليوم حالة الصراع الدائر في الشرق الأوسط ينتابني حزن وشوف اليوم مين يجرب يطفي هذا الصراع لا أحد لا أحد أنه صراع اليوم بين السنة والشيعة في كافة أشعل المنطقة أحرق العراق أحرق سوريا ونحن يعني على سوسيا ونقطة وقفين واليوم السؤال من يطفئ هذا الحريق يعني من يرأب هذا الصدع من يعيد اللحمة وكيف تم معالج الديمقراطية يمكن هذه الطريقة الوحيدة بس أجد الديمقراطية واجتمعوا كلهم حتى يطفوها ويقتلوها بمحل بمهجة إذن فهو سؤال يعني من العرض اللي كان اللي عملناه هو أنه أي سياسة إذن هي المثلة تجاه الشرق الأوسط الأمريكية يعني من التجارب اللي خاض الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية أي سياسة هي المثلة اللي ممكن استنتاجها بالنسبة لأمريكا بالنسبة للعرب العرب بدون يقفوا على جليون شوي ويبنوا مجتمعات ديمقراطية أكتر من هيك وثابتة ومستقرة أكتر من هيك ويبتعدوا عن هذه الشعارات المذهبية لأشعلت أرض وأسقطت يعني شو بقولوا نزعتهم مستقبلهم وخطفتهم مستقبلهم بقدر الابتعاد عن هذه الشعارات وهذه التي تحول حروب مذهبية بقدر ترب من الحضارة ومن الاستقرار ومن النظام يشتغل بالنسبة للريديات المتحدة الأمريكية سؤال اليوم كيف ستكون سياسة الرئيس المقبل أنا أفتكر ستكون مزيج من العصة والجزرة أي كان أو إذا أختصر موضوع بشكل كاريكاتوري جورج بوش حامل العصة وشوي من وراء أوباما ما حامل إلا جزرة الجزرة لا تكفي وهناك لابد مزيج من عصة وجزرة لإرساء يعني معادلة قوة تسمح بتأمين استقرار بالحد الأدنى لأنه اشتعال أو النيران إذا كفت عم تشتعل لابد من أن تطال يعني الداخل الأمريكي والأوروبي والروسي لابد من إطفاء هذه الحرائق هناك مصلحة مشتركة لهذه الدول أن تطفئ هل قدر أن تطفئ بشكل تطفئ ماذا داعش تحديدا الصراع أنه الصعود الإسلام مش بس داعش يعني اليوم في الراديكالية المسلمة نخلصوا من داعش اليوم كيف بدون يخلصوا مثلا من هذه السياسة الإيرانية التي تستفز العرب هذا أيضا بدأ معالج لأنه هذا أيضا أحد أسباب صهور وبروز داعش بالألفين مع صعود جورج دابليو بوش والنيو كونسيرفيتف ظهرت نظرية واضحة كتب عنها الكثير بأنه العداء للإسلام هو وريث العداء للشيوعية والاتحاد السوفيتي ومن ثم لروسيا كتير نظر لهذه النظرية أو لهذا الموضع اليوم نشوف أنه بانتخابات أمريكية حامية جدا عنا مرشح يقولها صراحة أنه أنا مع روسيا أنا بعد شوية تحت تحت كنف السياسة الروسية بالنظرة الخارجية يعني لسياستنا انتهى انتهت انتهى هذا الصراع على الأقل في الوجدان الأمريكاني لا ما أفكر أنتهى يعني بعد الإسلاموفوبيا شغلة الإسلاموفوبيا انتهت الروسيوفوبيا الصراع يعني أنا اللي عم قوله اليوم الإسلام السياسي أصبح الوريس للعداء الروسيا نعم الخطر السياسيات عندك مرشح عندك مرشح بيقولها صراحة أنا مع روسيا فبالنسبة للناخب الأمريكي روسيا شيء من الماضي الصراع مع روسيا بالنسبة للناخب الأمريكي الداعم لترامب أكيد العدو الأول ليس ليس القطب الروسي أو الدب الروسي العدو الأول هو عدو اقتصادي هو الصين لأنه عم يسرق له عم يسرق له وظائفه هو المكسيك وهو الإسلام الراديكالي هذا باختصار وبشكل كاريكاتوري يعني هذا الأبيض الذي يصوت ترامب الغير متعلم كنت سمع لما راح على المدرسة أو ما عمل كوليج إدوكيشن نون كوليج إدوكيشن هيدا اليوم عنده ثلاث قعدة عنده الصين اللي عم بيصدق اللي عم بيصدق مقولة ترامب أنه هيدا الصين عم تاخدلي أنا وظائفه مكسيكو المكسيك أيضا وبلاد أمريكا اللاتينية بسبب الهجرة وهذا الإسلام الراديكالي اللي عم بيجي بهدد لأمه فهيدا اللي عم قوله أنه هل اليوم عند بصر ناخب الجمهوري أو بكل الوجدان الأمريكي لا بفتكر هيدا مش بكل الوجدان الأمريكي لحصن الحظ هيدا يوم محصور بهذه الفئة هلأ بدأت ترجع تبرز بعدين على الواجهة مسألة روسيا روسيا ما لح تكافيه يعني روسيا عم بتجرب بتكسب النقط هلأ فيه إدارة جديدة كيف لح تواجه هذا التقدم الروسي اللي حصل هل بمزيد من التراجع أو التراخ كيف سوف ترسي سياستة الخارجية الجديدة هيدا سيكون محط الأنظار ويبنى على شيء مقتدع اليوم الإسلاموفوبيا هي ناخب أول بأمريكا لا ولكن ناخب ناخب الأول هو الاقتصادي اقتصادي يعني الوظائف أكثر الوظائف المعاشات في مسألة يعني عامة على الوجه هي الستودينت لون اللي ممكن يشكله أيضا سبب شيء مشابه للألفان واتنينة يعني انتفاخ على مستوى الدين العام ويؤدي لأزمة اقتصادية طيب بهذا الإطار بما أن العامل الاقتصادي هو الناخب الأول طبعا واضح بأنه كلهم أوباما كان على 8 سنين اللي قطعه هو العامل الاقتصادي وتأمين الوظائف والأوباما كار إلى آخره ويتغنى الديمقراطيون بهذه الانجازات لسيما الأوباما كار إذا كان هذه الخطة نجحت بالنسبة للديمقراطي لم تنجح الأوباما كار لم تنجح وكانت ثقل على وكانت يعني باب لكتير من المصروف غير المرشد يعني مش مضبوط وكان ثقل كتير كبير على الخزينة ومن هون حتى إذا تلاحظ بالحملة الانتخابية تطلع تم تواجه مسألة الأوباما كار اللي هو إنتاج كلينتوني من الأساس طبعا نعم تم تطلع منه بالعكس هي تغنيت فيه هي تغنيت فيه ولكن بيلي كلينتون زوجة من شهر تقريبا يعني بخلال الحملة الانتخابية انتقد الأوباما انتقد الأوباما كار الانتخابية اللي وصل له الشغل اللي أطلقت على الفوكس نيوز وعلى وسائل الأعلام الموالية للجمهوريين حملة سخرية وهجوم مضاد ولكن الأوباما كار اليوم لم يكن قصة نجاح باهر قصة نجاح باهر إطلاقا إطلاقا لابد اليوم التغطية الصحية الأمريكية لابد أن تؤمن يعني ما فيها تكون بس تاب على القطاع الخاص ولكن اليوم اللي ما عنده إمكانية حتى يشتري بوليسي التأمين شو بيعمل هل يهمش ولكن الأوباما كار اللي جعل التأمين الصحي الزامة لكل لكل مواطن لم يضبط لم تضبط إدارته المالية تأستعمال ووسع كثير الفاتورة الاقتصادية الاجتماعية بشكل يعني أثقل الخزينة الأمريكية وشيء اللي بيأثر على النمو وعلى تنفسية الاقتصاد الأمريكي بشكل عام يغادر اليوم أوباما البيت الأبيض هل سيذكره التاريخ فقط بصفته أول أسود يتبوأ هذا المنصب أو سيذكر له مواضيع أخرى اللي هي لسيما الاتفاق النووي الإيراني وكوبا وبالسناء ذلك أنا على المستوى الخارجي على المستوى الداخلي لن يذكر على المستوى الداخلي لأن طموحه الأكبر كان على المستوى الداخلي أوباما على المستوى الداخلي لا شك يعني لا شك أنه الرئيس أوباما نجح في انتصاص أزمة كتير كبيرة هي أزمة 2008 وعاد الاقتصاد الأمريكي وقف على إجراء وما في شك أنه أدار أزمة اقتصادية بفترة كتير صعبة يعني من أهم أزمات اقتصادية مش بس خطة أمريكا أنه مخدت على العامل أدر اجتاز هذه يعني أدر ساء المركب كقبطان خلال فترة كتير صعبة وأصلا يعني شيء ذكر فيه ذكرت فيه المرشحة كلينتون بأكتر من مناسبة خلال الحمل ولكن على المستوى السياسي الخارجية أنا أعتقد أخفاق كبير يعني حتى الاتفاق أنه مع إيران يعني ما كان باب لا استقرار أو لعودة لدمج إيران أو عودة إيران إلى المجتمع الدولي بشكل مقبول ومرحب فيه من الجميع لا أنه هناك ما زال هناك عقوبات اقتصادية على إيران عم بتزيد إيه بس هن الأمريكان شو حقيقة هن خلص قصة النووي خلص قصة النووي خلص قصة النووي إلى 3-8 سنين ولكن ما فينا يعني ما أفتكر هل سيكون هالإنجاز الضخم الذي سيسجل إليه ومسألة الإنفتاع على كوبا يعني في ده كسر عم يعيش آخر إيامه وجاية كانت المسألة يعني برأيك سيذكر التاريخ باراك أوباما بصفته أول بصفته أنه بالإيجابيات أنه أول أحدا من أصول الأفريقية بيوصل وهذا بحد ذاته إنجاز بفتكر إنجاز أوباما كان لحظة خلص وصوله كان هذا الإنجاز الأكبر مجرد وصوله هو كان الإنجاز الأكبر ومن بعدين أوكي ساء المركب بفترة كتير صعبة وأما على المستوى الخارجي ما بفتكر فيه إنجازات كبرى تسجل يمكن خلني التعبير ما قلت من أصول أفريقية يمكن استعمل التعبير لا أنا هايما بسمحها لحالفة بعتذر على أنه خلني التعبير خلينا ناخد فاصل وبعد الفاصل منكفي منحكي بالموضوع التطرف أو اليمين الشعبوي اللي اليوم صار ظاهرة أمريكية أوروبية مشاهدين أبقى معنا عود إلى الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع مدير مع هذا المشرق لشؤون الاستراتيجية سامي نادر خليني انتقل من خصوصية الولايات المتحدة إلى المشهد الأكبر اليوم ظاهرة ترامب منها ظاهرة تقتصر على الولايات المتحدة ظاهرة ترامب بمعنى هذا اليمين اللي عنده خطاب عدائي تجاه شو بيقوله الغرباء شو بيسمونهن مهاجرين ويسمون الغرباء يعني المهاجرين بالنسبة لخطابهم هني هذا الخطاب الأبيض يعني رجع خطاب أبيض بالنسبة لترامب لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية هي أزمة العالمة هذي باختصار هي أزمة العالمة نفسي سيقوله منشوفه بالنمسا منشوفه بفرنسا منشوفه شوفنا بالبريكزيت منفتحت الحدود على بعضها صار فيها الحرية بالانتقال الشي اللي رجع هز المجتمعات وأدخل المجتمعات بأزمة هذي أول شي المجتمعات منا مستعدة أنه تغامر بهويتها بين قوسين شايفت هويتها مهددة بفعل هالكم من المهاجرين اللي دخل عليها شايف أنه التبادل الاقتصادي والحرية التجارة الاقتصادية أفقدت وظائف في الداخل سكرت مصانع في الداخل لسيما في أمريكا وأوروبا لمصلحة بلدان آسيا شايفت أنه هذه العالمة أيضا الاقتصادية ما عندها ضوابط ما عندها ضوابط والمثل البارز هو 2008 كيف يتم اليوم تراكم الدائم من دون أي رقيب من دون أي حسيب حتى انفجرت أزمة اقتصادية عالمية انفجرت أول شيء اقتصاديا وقال نشوف كيف تتفجر ثقافيا وسياسيا في البلدان والمجتمعات كيف تتعالج ردة الفعل تكون برأيي سيئة لأنه ردة الفعل الحل لا يكون ببناء الجدران لأنه الجدار لا يحمي الجدار لا يحمي الجسر يحمي الجسر يعني الإبقاء على التواصل مع الآخر ولكن اليوم تقيم جدران بيجدو يجي يوما ما وسوف يجي مين يحط بس هأعطيك مثل بأوروبا اللي نحنا كنا بأوروبا بالسنوات الماضية وصلنا لأوروبا بت أصبح فيها المفهوم القومي ببعض من الأماكن هو مفهوم مفهوم مش مش إيجابي مزبوط يعني القوميات شو أنتجت بالضبط يعني أنا أعلم لك أنه بهيد الأوروبا اللي وصلت لمطرح تعتبر أنه القومية ملنى مفهوم بناء هي زيتا هيدا 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 أكبر مثال لمد الجسور لما تكون عم تعتبر أنه أنت الاحتفاظ بهويتك بس هو منه شي بناء هيدا مد جسور كتير مهم بنفس الوقت هيدا هي زيتا رجعت إلى شيء من المطالبة بالقوقع مثلا بريطانيا بيعتقد أنه أكتر بلد نجح بسياسة الهجرة بالتأكيد طيب هيدا البلد اللي كتير نجح بسياسة الهجرة هيدا البلد اللي شفنا فيه أجيال من الباكستانية والهنود وصلوا كانوا يعني وصلوا كمهاجرين بظروف صعبة وصلوا يتبوأوا أهم المراكز ونجح هيدا بريطانيا هي زيتا اليوم سوطت لبريزيت طب بعملت أنه حتى الجسور ما مجي حالة لا أسباب اقتصادية ولكن أنه ما في هلأ عم ترجع تفاوض على اتفاق يعيد الرابط مع السوق الأوروبي ورح تتوصل لهذا الاتفاق يمكن المسألة تاخد وقت ولكن ما فيها تبقى بيخسر كتير اقتصادها بخبسين بالمئة من الصادرات البريطانية بيستوعبها السوق الأوروبي عم بتجرب هي تبحث عن صيغة للبقاء في هذه المجموعة ولكن صار في ردة فعل ردة فعل ما كنا متوقعين بس أنا اللي عم قول أنه الجسور حضرتك عم بتقول أنه الحل ما بيكون ببناء الجدران بيكون ببناء الجسور عم بعطيك مثل عبلت فعلا بنا جسور بتخيل ما في اتنين فيهم يناقشوا فيها ونجح ولكن مر بأزمة معنية الجسور من نحل معنية الأزمة في هذه اللحظة كانت نتيجتها هذا التصويت وهلأ إذا صار التصويت أنا متأكد أنه ما بيفوز لبريكسيت لأنه تضح كثير تضح كثير أنه لا هي القصة منها منها ردة فعل أنه بكرة هذا شيء مقلف اقتصاديا يعني شفنا كيف والعالمة انهيار الباوند البريطاني يعني فقدت كثير القدرة الشرائية لدى المواطن البريطاني سبب انهيار العملة هلأ المفاوضات التي تخوض تيريزا ماي والفريق من أجل يعني الإطلاق اللي يسموه المادة خمسين اللي بتعطي أنه فترة سنتين للخروج ولكن هني يريدون توقيع اتفاق وأيضا يعني حتى القدب الفرنسي الألماني يمكن الألماني أكتر بدون يتوصل لصيغة مع البريطانيين لأنه في مصلحة مشتركة بالتعاون ولكن كمان ما بدنا يعني بدنا نبقى بالحسبان شغلة أساسية اللي هي المهاجرين السوريين يعني هذه الأزمة فاجأت فاجأت أوروبا يعني في دخول مليونين مهاجر أو مليونين أكبر موجة نزوح نزوح هددت المشروع الأوروب بالانهيار حتى ما فيه اليوم بلدين أوروبيين عندهم مقاربة وحدة ونظرة وحدة حول هذه المسألة هذا أحد منه السبب الوحيد السبب الأول هو أنا أعتقد أزمة العولمة الاقتصادية أزمة العولمة الاقتصادية من جهة النظام الاقتصاد اللي كان قائم في أوروبا ما كان نظام تنافسي كان نظام فيه كثير من البورقراطية فطورته الاقتصادية والاجتماعية كثير عالية في بلدين ظهر شيء كثير واضح بإسبانيا بإيطاليا باليونان اليونان بالإضافة كان فيه عملية فساد مموهة وعملية إخفاء للأرقام والحسابات الحقيقية انهارت اقتصاديا الجزء الجنوبي من أوروبا إذن أن أوروبا عانت دخلت أزمة اقتصادية وهي أحد أبرز مسببات صعود القوميات أو الأحزاب اليابينية أضيف إلى موجة المهاجرين أو اللاجئين السوريين اللي دخلوا عليهم فرد مرة وما فيها إلا كانت ما تستقبلهم على الأقل بلا ما تتناقض مع المبادئ اللي قامت عليها أوروبا حتى وصل بعدين يجنين اللي أنا خلاص ما عاش فيني استقبل أنا بدي ابني جدران وما فيني أخذ ولا وأولهم يعني البريطانيا البريطانيا اللي هي قائمة على الهجاب ما فيني أخذ أكثر من أربعين ألف بس معطيات العالم اليوم كما هي في هذه اللحظة يعني الحرب السورية النزوح والوجوء السوري داعش كل المعطيات بهذه اللحظة تشير بأنه نحن نتجه إلى عالم يبني أكثر مش رسور وإنما أكيد إذن الشعباء اليمين الشعبوي وإذا بدك الترمبية هي ظاهرة مرشحة للصعود مع هذه بسنوات القادمة والانفجار والانفجار لا يمكن أن هذا ما أنه مشروع يقدر يقيم سلام وتفاهم داخل المجتمع وما بين الشعوب المسألة كانت زيتها بحزافيرة بعد 1929 أزمة اقتصادية اجتماعية ولدت صعود القومية كان في ألمانيا أو كان في إيطاليا هالقومية تحولت إلى فاشية ودخلنا حرب عالمية برأيك إحنا اليوم لكان بعالم يصبح أكثر نحو التطرف من مسوي الأمور حسناتها يعني اليوم موجود السلاح النووي أنا برأي يحمي العالم من حرب عالمية لأنه حرب عالمية بيظل السلاح النووي هي حرب مدمرة هالقات تشاؤمية اللي عم بسأله أنه بس نحن بسنوات المقبلة أمام المعطيات الدولية نحن هنروح إلى مزيد من التقوقع القومة صحيح هذا برأيك طيب إلى أن نستفيق غدا على خبر من بدو يطلع رئيس الجمهورية كل يوم تقريبا كل الأحصاءات بتاعت الأرجحية الواضحة لهالوري كلينتون إلا إذا أجت نتائج ما أجت بالبريكسيت كانت بالآخر فترة كل استطلاعات الرأية عم تعطي يعني أخطأت استطلاعات الرأية فهني كمان نفتوا بأزمة مصداقية آخر سنتين أخطأت بالانتخابات الأمريكية أخطأت بالقصة البريكسيت أخطأت بالانتخابات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة صحيح صحيح هلأ مش يعني الأمريكية ممكن الركون لإستطلاعات الرأية لأنه هي انتخابات غير مباشرة وهيلاري كلينتون مأمنة عدد كافي من الناخبين يعني أمنة فوق الميتان وسبعين هلأ في مش كلهم مضمونين مضمون بالنسبة إلى بحدود مية وتمانين مية وتسعين ولكن لليوم الاستطلاعات الرأية عم بتقول أنه هي مرجح فوزة بنسبة ثمانين بالمية لأنه هي عليها التحدي الإبقاء على ما حصل عليها حسب استطلاعات يعني في عندك الولايات اللي ضمنتها والولايات اللي ميلة إليها إذا أبقت على الولايات اللي ميلة إليها وإقناع قاعدة الناخبة ساندرز يعني قوعدها بالانتخاب الشناك اللي عم تقولون مبارح كانت عم بتقولون روحوا انتخبوا تحت أما ترامب تيربح بده يربح كل الولايات المتأرجحة لاسية منورس كارولاينا وفلوريدا وفيسكونسا ويربح ولاية ميلة إلى الديمقراطيين مشان هيك كانت المعركة بارح بميشيغان وبفرجينيا يعني التحدي بالنسبة إليه أكبر ولكن هو متكل أنه في موجة حملته ووصلته لحد اليوم ممكن أنه يربح تكف هالموجة يربح الولايات الثلاثة المتأرجحة والإضافة ياخد ولاية ميلة يسمون لين ديموكراتيك وميلة الديمقراطيين بانتظار أنه تظهر نتائج ونستفيق إما على عالم فيه ترامب رئيسا له أو هيلوري كلينتون خلينينا ننتقل إلى الملف اللبناني عهد جديد الرابح الأكبر فيه يبدو حتى هذه اللحظة الرئيس ميشيل عون فيما ينتظر تنتظر بقية الأطراف لبلورة المحصول بالنسبة لإله بالنسبة لك اليوم الحكومة مع بداية أو تشكيل مع بداية التباينات اللي عم تظهر لسيما على موضوع القوات اللبنانية وأعطاء وزارة سيادية هل هيدا حيأجل تشكيل الحكومة على وقع تأكيد لعماد ميشيل عون بأن هذه الحكومة سترى نور قبل عيد الاستقلال يعني ما في شك أنه الإسراع بتشكيل الحكومة هو يعني دعم للعهد يعني وإضافة زخم جديد لهالعهد يعني اليوم تم ملء الفراغ على مستوى الرئاسي يجب عودة تم أنه املاء الفراغ على مستوى الجمهورية نفسه وهون أنا شايف الأزمة الحقيقية أزمة جمهورية ومؤسساتها والنظام التشغيلي اللي سوف يعتمد يعتمد لي إعادة الحياة الدستورية وإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة وإنشان هيك أنه مسألة تشكيل الحكومة لحت تكون حاسمة في هذا الموضوع بأي سرعة لحت تشكل لحت يعطينا مؤشرات نحن اليوم بيزل أي صيغة حكم هل نحن مثلا بصيغة حكم لحت تكرس مسألة السلس المعطل أو السلس الضامن ولكن الحكم من خلال السلس أو لحت تكرسوا هذا على الطاولة هل لو تبقى على المشهد السياسي كبلوكات طائفية هل حنعود نشوف أحزاب أو تكتلات أحزاب يعني مثل 8 و 14 اللي على ما سوئة كانت على الأقل عندها حسنة أنه خالقة تكتلات عبر للطواقف لأنه مكون من كل الطواقف أنا ما يعني مصدر القلق اللي عندي هو أنه المشهد اليوم يوحي ببلوكات طائفية هناك سنائية يحكي عن سنائية مسيحية يحكي في المقابل عن سنائية شيعية في شعور سنة نوعا ما يعني عم يعني عم بعيش حالة كبت أو حالة أزمة أو أزمة شراكة إذن هذا اليوم كيف لح كيف لح يتم معلجته بال بالصيغة الجديدة لأنه كل تسوية في وراها صيغة فيها صيغة حكم أنا بتصور صيغة حكم يعني طائف شهد نسخات عديدة طلعت أول ترويكا والنسخة السورية رجعنا عدنا بعدين على نسخة ما بعد الدوحة هيدا النسخة الثانية نحن ما في شك داخلين على النسخة الثالثة كيف لح تكون هذه النسخة هل صعفة نبقي على على الثالثة المعطل هل سوف نبقي على منطق التوافق قبل الدخول إلى المؤسسات الدستورية أه كانت حكومية أو كانت مجلس النواب التوافق بين مين ومين بين رؤسة الطواقف هل نبقي على صيغة طولة الحوار لتمثل رؤسة الطواقف اللي بيختصروا الحياة السياسية والحياة البرلمونية هيدا مشهد يعني إذا بدك أو هل المشهدية هيدا لح تحسمها الأيام المقبلة وتشكيل الحكمية لح تكون عنوان إليها لذلك أنا كتير يعني عندي حشرية أن نشوف شو لح يكون طبيعة الحكومة الجديدة وشو كيف لح يكون نمط الحكم وكيف لح يكون شكل النظام التشغيل هيدا هيدا البرلمونية تبع الحكم الجديد كيف لح يكون فبرايك أنه صورة واضحة بأنه اليوم هذه الذي حصل هو تكريس واضح لانتصار حزب الله بمنطقة انتصرت فيها حتى الساعة إيران أكيد يعني في انتصار لحزب الله بمجرد أنه مرشح حزب الله وسل سدة الرئاسة هيدا واحد عفوا يعمل فريق 14 أزار على تسويق فكرة أنه لا هذا ليس انتصار لحزب الله لأنه هذه تسوية الكل ربح فيها وهم ربحوا فيها العودة إلى الدولة وحماية الطائف بدليل بأنه حزب الله قبل مرغما بالرئيس سعد الحريري لكنه هذا على المستوى الوطني واحد يعني فيه يوصل يعني فيه يعطي هذا الكلام ولكن بالمعنى السياسي الثرف أنه اليوم فيه فريق ما استطاع أن يوصل مرشح له يعني على عدة مرشحين إنما عدة مرشحين له ما قدر يوصل يطرح مرشح بالوسط يعني وصل بالآخر لأعتماد المرشح الفريق المناسف هلأ تحت عنوان إنقاذ الصيغة الوطنية إنقاذ الطائف في تحصيل حقوق المسيحيين هنا فيه أش إنه إذا بدك التفسير التفسير بيجي بعدين ولكن هو خاض حرب سياسية لإيصال مرشح أو عدة مرشحين موصل هلأ اليوم صارت الأمور بلغت هذا الحد اليوم السؤال من هون ورايح شو في تسوية صارت بلنا نعرف شو هو تمن هذه التسوية اللي صارت صارت تسوية بالدوحة كانت نتيجتها الثلث المعطل وانتقال نائبين من ضفة إلى ضفة ما هيك اليوم تسوية نائبين من ضفة إلى فيه ويب أرمي بالحصة النيابية نعم يعني انتقلوا نعم صار فيه إذا بدك إعادة لتوزيع الحصص أو توزيع السلطة ما بين القوى السياسية اليوم كيف لح تتم شو هي ثمن هذه التسوية اللي حصرت كيف لح تتم توزيع الحصص بين القوى السياسية إذا فريق الـ 14 أدار يعني اللي خاد بالآخر معركة وصول العماد عون أخذ إذا بدك الحصة وازنة أو حصة الأسر ممكن نقول أنه انتصر بهذا الخيار أو بهذا التكتيك السياسي وأما إذا لم يحصل على هذا الشي خلينا نشوف شو التسوية وكيف لح تتوزيع القوى الأهم كيف لح يرجع ينتظم الحياة السياسية لأنه كل العنوان هلأ نحن بدنا نبني المؤسسات بدنا نرجع نشغل البلد هلأ كيف لح نشغل هذا البلد وفي أي نظام تشغيلي وشو معايير النجاح لحتكم كتعة بتقلي تحت الهوا بأنه في هذه حتى الساعة اللي ظهر من هذه التسوية ما ظهر التمن اللي أخذوا حزب الله صحيح هلأ فيه تمن إذا بدك على المستوى السياسي العام أو على المستوى الخارج أنه مثل ما صورتها الصحف الدولية أنه وصول أنه انتصار لإيران ولكن هون بفتكر فيه مبالغة لأنه خلينا نشوف لأنه خطاب القسم رجع أخذ مسافة وثبت شيء أساسي أنا بفتكر هو يعني شرط مؤسس لاستقرار لبنان لهو تحييده والابتعاد عن سيرعات المنطقة كما جاء في خطاب القسم بارح وزير خارجي جبران باسيل بيقول أنه هو يطلق تماما مع إيران في كل في سياسته بالمنطقة بارح باستقباله لي وزير خارجي الإيراني هذا سوف يشكل يعني أنا ما اطلعت على التصريح ولكن هذا سوف يشكل أزمة إطافية مع البلدان العربية أنا بيقول بقدر ما لبنان لازم يكون عنده أحسن العلاقات مع إيران وأفضل لازم يكون عنده أفضل العلاقات مع الدول العربية لسيما في هذه اللحظة يعني تشهد أزمة العلاقات العربية اللبنانية خلينا أرى التصريح الدقيق نحن وإيران نتشارك في موقف سياسي واحد فيما يخص أزمات المنطقة هذا هو الموقف بعد لقائه نظيره الإيراني محمد جواد طريف كيف يترجم ذلك بالنسبة للأزمة السورية مع العلم أنه بيرح بالشرق الأوسط أيضا كان عنده تصريح اعتبروا الكثيرون بأنه لافت حيث قال بأن هناك واقعا قائما بأن هناك ثمانين دولة متدخلة بسوريا ويعتبر حزب الله من هذه الأجزاء والأفريقاء المتدخلة بسوريا وهذا وضع شائك يتطلب انسحابا كاملا لجميع الأفريقاء وترك سوريا للسوريين لإنهاء الوضع العسكري القائم ومحاربة الإرهاب وقيام نظام بسوريا يرضي جميع السوريين نحن هذا موقف ونهايدم بيرح بالشرق الأوسط ومن ثم بيرح أيضا بعد لقائه محمد جواد ضريف يقول نحن وإيران نتشارك في موقف سياسي واحد فيما يخص أزمات المنطقة أعتقد أنه هذا يعني ما بيصب بخانة الابتعاد عن صراعات المنطقة وأنا بتأديري إذا في من موقف لازم يخد لبنان أنه يكون على مسافة واحدة من الفريقين المتصارعين اليوم بصحات ملتهبة أكان في اليمن أكان في العراق أكان في سوريا أنا إذا ما يعني عنصر إذا بدك أو حالة أسيقة بخطاب الأسم هو الكلام عن الابتعاد عن صراعات المنطقة الابتعاد عن صراعات المنطقة يجب أن يترجم بمواقف سياسية المواقف السياسية إذا مزبوط لا يترجم على الهواء أنا أعتقد يتناقض مع ما جاء في خطاب القسم حول مسألة أساسية وهي جوهر المساق هي جوهر المساق ولا قيام لجمهورية لبنانية خارج هذا المساق ما هو؟ المساق هو لا شرق لا غرب يعني نحن في بلد متعدد إذا بدك الكينات الطائفية قررنا بلحظتين تاريخية أنه أنا قي ما بدي مشروع سورية الكبرى ما بدي مؤتمر الساحل وقال له أنا ما بدي الحماية الفرنسية رجعنا بعدين أننا نحن ما بدنا الناصرية ولا بدنا حلف بغداد مع أنه بس ورحنا واحد مع الناصرية واحد من فجرت أول حرق رجعنا بعدين نفس الشي بالنسبة للموقف من القضية الفلسطينية هلأ عم بيستيزات الشي من موقف من الأزمة السورية الشرط المؤسس للمثاق اللبناني المثاقية هي الحياة المثاقية ليست شركة مساهمة بتوزع الحصص بين الطوائف هذه هي المثاقية كما أراد الأباء المؤسسين إذا بدنا نروح محلتين فينا نروح بس اليوم أنا أفتكد بيخدم مصلحة لبنان هو ما جاء في خطاب القسم حول ضرورة الإبتعاد عن صراعات الدائرة في المنطقة هذا التصريح لا يخدم هذه المبدأ الذي أرسي في خطاب القسم والذي هو مؤسس وضمانة لاستقرار لبنان ولنجاح العهد نحن انتهى وقتا بدأي شكرك على وجودك معنا مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر شكرا لك على وجودك معنا وعلى هذه القراءة في الانتخابات الأمريكية والمشهد اللبناني مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة وانهاركم سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة